اهلا بكم في مال واعمال انا دينا سالم نناقش ليلة ادراج السندات السيادية المصرية في مؤشر جاي بي مورجن للأسواق الناشئة من خلال ضيفيا دكتور فرج عبدالله بعدها سنتعرف على كيفية تحقيق الميزان التجاري المصري فائضا في ظل جائحة كورونا وسيكون هذا مع الدكتور ايهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد باكاديمية السادات لكن نبدأ معكم باهم الاخبار بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع فليب لينزي المدير التنفيذي لمصر وكوريا الجنوبية واستراليا ونيوزيلاندا في مجلس ادارة البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بحثت نتائج المشاورات للاعداد للاستراتيجية المشتركة بين الجانبين للخمس سنوات المقبلة وتم بحث الاستعداد لعقد جولة مشاورات ختامية قبل الاعداد النهائي للاستراتيجية للمطلع العام المقبل وذلك قبل انعقاد مجلس ادارة البنك في العشرين من نوفمبر المقبل لمناقشة ما تم توصل اليه بشأن الاستراتيجية المشتركة وقعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مع جهاز شؤون البيئة بروتوكولة تعاون لتنظيم اجراءات الحصول على الموافقات البيئية لنشاط البحث والتعدين يأتي هذا في اطار توحيد جهود ورؤى الجهات الحكومية ذات الصلاة والعمل على التعاون من اجل تحقيق تنمية مستدامة تراعي البعد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للدولة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتدعيم حق كل مواطن في التمتعي بتلك الموارد افتتح وزراء التجارة والصناعة والتموين والتنمية المحلية والزراعة ومحافظ الوادي الجديد مصنعا لانتاج الاعلاف الحيوانية والداجنة تصل استثمارات المصنع الجديد الى 55 مليون جنيه وحجم انتاج يصل الى 400 طن يوميا ويقع على مساحة 4500 متر مربع يعتبر المصنع الجديد اضافة هامة لحركة التنمية الصناعية في المحافظة خاصة وان الوادي الجديد تمتلك جميع المقاومات للتوسع في محور التنمية الصناعية في اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضخ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة البحيرة 64 مليون جنيه لتمويل ما يقرب من 2500 مشروع توفر 4000 فرصة عمل وقال سيد نصار مدير فرع الجهاز بالبحيرة ان المبادرة تستهدف ستة مراكز بواقع 208 قرى الآن نتابع اسعار العملات ترجمة نانسي قنقر احتفلت البورصة المصرية اليوم ببدء تدول اسهم شركة امرلد للتطوير وادارة المشروعات وهو اول طرح يستقبله سوق الاسهم الصغيرة والمتوسطة تزامنا مع خطط الطرح وطرحت الشركة 10.5% من اسهمها منها 35% طرحا عاما للجمهور و 65% طرحا خاصا للأفراد والمؤسسات من دوي الملاءة المالية المرتفعة من رأس مال الشركة المصدرة بالسعر جنيه و28 قرشا للسهم واغلق السهم على صعود قوي بنسبة 23% ليسجل جنيه و 57 قرشا تبدأت غطة 28 مرة وفي اول الجلسة احنا في بداية الجلسة وفي ارتفاع 10% فده حرك ويسا جدا تقضي الفترة القادمة فترة صعود لان اغلب المكتبين فلوسهم متردد في السوق وده يفرق جدا في السوق وعمل السؤولة هيبدأ يزيد الفترة القادمة بما هم لاحظين برضو ارتفاع في مؤشر السبعيني في برضو ارتفاعات اعتقد الفترة القادمة فترة صعود مع تكويت جديد دخل البورصة لكي ارتفعت اليوم مؤشرات البورصة المصرية ليقفز المؤشر الرئيسي بأكثر من 1% ويغلق عند مستوى 11276 نقطة اما المؤشر السبعيني فصعد ب3-4% وصعد اي جي اكس 100 بأكثر من 18% وكان هذا وسط قيم تدولات قوية بلغت 7 مليارات ومائتي مليون جنيه طبعا هذه هي التدولات على الاسهم عالميا المح اندرو بيلي محافظ بنك انجلترا الى احتمال رفع اسعار الفائدة في الفترة المقبلة خاصة بعد تصريحه بان الصعود الحالية لاسعار الطاقة يرفع احتماليات استمرار اتفاع التضخم لفترة اطول تعد تلك التصريحات احدث مساعي بيلي استعدادا لزيادة تكلفة الاقتراض في بريطانيا لكفحة تضخم الذي يتوقع بنك انجلترا ارتفاعه لاكثر من 4% خلال العام بما يزيد عن ضعف المستوى المستهدف تعتزم فيسبوك توظيف 10 الاف شخص جديد في الاتحاد الاوروبي على مدى السنوات الخمس المقبلة للمساعدة في بناء بيئة افتراضية يستطيع من خلالها الناس العيش والتنقل والتواصل وباستخدام تقنيات مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز يخطط فيسبوك لتوفير بيئة اكثر ارتباطا بالوجود الافتراضي والتي ستحاكي تجربة التفاعل الشخصي قالت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة فاو ان 14% من الغذاء يهدر ما بين المزارع والسوق الجملة بقيمة 400 مليار دولار بينما يهدر نحو 17% ما بين بائع التجزئة والمستهلك بقيمة 700 مليار دولار لتصل قيمة الخسائر الغذائية الى تريليون و100 مليار دولار سنويا وقال ماكسيمو كولين كبير الاقتصاديين لدى فاو ان مشكلة فقد الطعام وهدره يمكن مواجهتها من خلال عدة امور منها مثلا تحسين طريقة الانتاج واستخدام الموارد بطريقة اكثر كفاءة وتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري نمى الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من العام الحالي بابطأ وطيرة لنمو منذ عام متأثرا بنقص الطاقة واختناقات سلسلة التوريد وتقلبات سوق العقارات واظهرت البيانات نمو النتج المحلي الإجمالي للصين بأربعة وتسعة عشر بالمائة في الفترة من يوليو وإلى سبتمبر 2021 على أساس سنوي وهي أضعف فترة منذ الربع الثالث لعام 2020 وفي وقت سابق قال محافظ بنك الصين الشعبي إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 8% هذا العام تراجعت مبيعات العقارات السكنية في الصين خلال سبتمبر الماضي في ظل تأثير أزمة ديوني أفر جراند على شركة التطوير العقاري الأخرى وقال مكتب الإحصاءات الوطني الصيني إن مبيعات المنازل تراجعت بستة عشر وتسعة عشر بالمائة في سبتمبر على أساس سنوي بعد تراجعها بمستوى تسعة عشر وسبعة عشر بالمائة في أغسطس نبقى في الصين حيث ارتفع عائد السندات الصينية لأجل عشر سنوات خلال تعاملات اليوم إلى أعلى مستواته في ثلاثة أشهر في ظل تغفيدي مسؤولي بنك الشعب الصيني مخاطر التضخم وأزمة ديون أفر جراند وقفز عائد السندات الصينية لأجل عشر سنوات عند ثلاثة واثنين من مائة بالمائة ليتجاوز حاجز الثلاثة بالمائة للمرة الأولى منذ أوائل يوليو الماضي كما أظهرت البيانات الصادرة اليوم طباط أنمو والنتج المحلي الإجمالي بأكثر من المتوقع في الربع الثالث بسبب ركود في سوق العقارات وأزمة الطاقة ارتفعت قيمة الثروة الملياردير الأمريكي إيلان ماسك بنحو 12 مليار و700 مليون دولار وهذا خلال أسبوع فقط تزامنا مع مكاسب سهم تسلا وقفز سهم الشركة السيارات الكهربائية سبعة وثلاثة عشر بالمائة على مدار الجلسات من الاثنين وحتى الجمعة الماضي يتجاوز سهم الشركة 800 دولار للمرات الأولى منذ فبراير 2021 وافقا لموقع فوربز ارتفعت ثروة ماسك إلى 214 مليار و800 مليون دولار قفزت أسعار النفط العالمية اليوم إلى أعلى مستواتها منذ سنوات مع استمرار تعافي الطلب إذ سجلت العقود الأجلة لخام برينت صعودا بـ 87 سنة إلى 85 دولار و73 سنة للبرميل وهذا أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 أما خام نايمكس فالصعود فيه كان بـ 41% ليسجل 83 دولار و40 سنة للبرميل في المقابل تراجعت العقود الأجلة للذهب لتسجل 1766 دولار و60 سنة للأنصة في تعاملات اليوم وهبط السعر التسليم الفوري بـ 20% لتسجل التعاملات الفورية ارتفاعا بـ 13% مشادينا نتوقف مع فاصلا قصير بعده نلتقي دكتور فرج عبدالله لنتحدث عن إدراج السندات السيادية المصرية في مؤشر جاي بي مورغان مطلع العام المقبل كونوا معنا أهلا بكم من جديد من المتوقع أن تعود أدوات الدين السيادية المصرية إلى مؤشر جاي بي مورغان للسندات السيادية في الأسواق النشئة وهذا بنهاة يناير 2022 وفقا لما قاله بنك الاستثمار الأمريكي في مذكرة بحثية أضاف البنك أن مصر مؤهلة للحصول على وزن نسبي يقارب واحدا وخمسة وثمانين من مئة بالمئة مع إدراج 14 سندا حكوميا بقيمة 26 مليار دولار نتحدث عن هذا الموضوع أكثر مع دايفي في الستوديو الدكتور فارق عبدالله وهو مدرس الاقتصاد في مدينة الثقافة والمعرفة أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور وخلينا نعرف وبشكل مبسط ما هو مؤشر جاي بي مورغان للسندات أهلا وسهلا بحضرتك وسهلا مشاهدين جاي بي مورغان أو مجموعة جاي بي مورغان هي مجموعة مصرفية يمكن بيمتد عمرها أكثر من 200 سنة بتعمل في مجال الخدمات المصرفية بشكل كبير بتركز على أدوات الدين أو الديون الخاصة بالدول وبتدي رنك وبتدي ترتيب للدول اللي بتدخل في المؤشر والمؤشر ده لي دلالة يمكن مصر ودولة تانية من دول الشرق الأوسط وإفريقيا هم اللي دخلوا أو يمكن مصر دخلت في أبريل اللي فات كمراقب كعضو مراقب وبعد كده بتنتقل إلى فئة الدول الأفضل في المؤشر المؤشر بيعكس درجة كفاءة الدول والحكومات في الوفاء بالتزاماتها المالية وفقا لي متغيرات كتيرة قوي بتتاخد في الحزبان لما يعيدوا حسابات المؤشر من فترة للتانية ويمكن مصر مش أول مرة فقط الالتزامات المالية أم يعني اتاحت المنتج بالأصل أيضا بالضبط هو الفكرة كلها في أنه اللي بتعامل مع جي بي مورغان عدد كبير من المستثمرين الكبار على مستوى العالم وبالتالي بيتمتع بثقة لدى الاستثمار الأجنبي بالتحديد بشكل كبير وبالتالي بيبقى عنده دراسات قوية جدا بيديها للدول أو بيمنحها للدول اللي هي بالفعل عندها قدرة وكفاءة في أداءها المالي والقطاع الحكومي بالتحديد ويمكن احنا بنتكلم على الحالة المصرية بوزن نسبي يقارب الـ 2% من حجم المؤشر الـ 2% أو هو بالتحديد 1.85% من وزن المؤشر كله منهم 1.4% متعلق بتمويل خاص بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر أو التنمية المستدامة والاقتصادات الطاقة المتجددة وبالتالي ده بيدي مؤشر ودافع للستثمار في الفترة اللي جاي أنه هو يخش بشكل قوي ويقلل كمان من تكلفة الاستخدام أو تكلفة استخدام هذه القروض ما المعايير التي تجعل الدول تدخل أو تخرج من هذا المؤشر؟ يعني حضرتك اتكلمت عن مسألة قيام الدولة بسداد مستحقتها طبعا في المواعيد المقررة هل هناك معايير أخرى؟ بيبقى فيه شق خاص به الاقتصاد الكلي أو مؤشرات الاقتصاد الكلي قد إيه هي بتتحرك وقد إيه هي بتتحسن بشكل واضح والاقتصاد الحقيقي اللي هو الناتج المحلي الإجمالي بتحقق على أرض الواقع بنسبة قد إيه ومعايير التنمية المستدامة بتتحقق على أرض الواقع بنسبة قد إيه وتحسن هيكل الاقتصاد أو هيكل الاقتصاد ككل بتتحسن بشكل قوي ولا بشكل طفيف كل دي متغيرات اقتصادية كلية بياخدها المؤشر أو بناء المؤشر بياخد في اعتباره قد إيه هو بتغير مع الوقت وكمان بياخد في اعتباره البيئة الستثمار بشكل عام هل فيه سهولة للدخول في السوق وخروج من السوق؟ هل فيه مشاكل في بعض الأسواق زي سوق النقد؟ هل فيه مشكلة ولا السوق مستقر ويتبع آليات العرض والطلب؟ كل دي معايير بياخدها في الحسبات وبياخد كمان في اعتباره البعد الزمني قصير الأجل وطويل الأجل بحيث أن يشوف الدولة هل إراداتها المالية أو الشق المالية العامة شغال على تمويل قصير الأجل ولا طويل الأجل ولا متوازن ما بين قصير الأجل وطويل الأجل؟ ما الفارق؟ طويل الأجل هو بياخد في اعتباره قد إيه الناتج هيأثر فيه التزامات الدولة في المستقبل قصير الأجل قد إيه الدولة عندها القدرة المالية أنها تسد التزاماتها من غير ما تلجأ لقروض تانية يعني أنها تسد في وقت ما يكون فيه أزمات أو يكون فيه مشكلة خاصة بالأسواق الناشئة ويمكن في 2018 حصلت مشكلة وحصل تخارج فيه الأسواق الناشئة العشر أسواق وحصل فيها يعني شبه خروج بشكل كامل في بعض الأسواق هزت العملات الخاصة بالأسواق إحنا هنا يمكن في مصر ما حسناش بها بالشكل الملحوظ ويمكن ما حدش يعني تطرق إليها لأن تأثير كان طفيف جدا نظرا لملاقة الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب هذه الصدمات القصيرة للأجل طيب مصر لماذا لم تدرج في هذا المؤشر يعني من فترة مصر كانت موجودة قبل 2011 وخرجت من المؤشر لما كان عندنا مشكلة في الاستقرار الأمني والسياسي وضعف في الاقتصاد الكل وبالتالي الدول بتخرج لما يحصل عندها مشكلة في عدم الرؤية عدم التضاح الرؤية الاقتصادية للدولة وبالتالي بيتم إرجاء الدولة لدرجة مراقب سوما أنها تخرج من المؤشر لإلى أن المؤشر مبنى على قد إيه هم شايفين أن الدولة دي عندها قدرة وأن الاقتصاد ده قوي ويقدر يوفي بالتزامات وداخليا وخارجيا وأدي أن المؤشرات الكلية مبنية بشكل صحيح مش بس إسمية عشان كده تم إدراج مصر بعد برنامج الأصاحي الاقتصادي بسنتين نحن نتحدث في 2018 البرنامج كان تم في نوفمبر 2016 وبالتالي بيبقى فيه مجهود كبير جدا لازم الدول والحكومات تبزلوا عشان تقدر أنها تأخذ أو تستعيد مرة تانية ثقة هذه المؤسسات الدولية ما الأثار المترتبة على مصر بعد هذا الإدراج؟ يعني ماذا سنستفيد؟ على المستوى الكلي نحن نتحدث فيه متوقع أن يكون فيه تضفق لروس أموال بتصل لـ 26 مليار دولار ده على مدار خمس سنين أو ست سنين للاقتصاد المصري للاقتصاد المصري وبالتالي بيقلل فرصة التكلفة أو تكلفة الاقتراض لأنه الدولة أو أي حكومة لما بتبدأ تطرح سندات في الخارج أو سندات بعملة أجنبية أو عملة محلية بتشوف مين اللي هيقدر يغطي بنسبة قدية لو ما كانش فيه طلب على السندات بتضطر الحكومات أنها ترفع العائد الفايد وبالتالي ده بيبقى تكلفة للاتصاد في الحالة المصرية وفي الوقت الراهن احنا بنتكلم عن العكس هيبقى فيه نوعا ما من الازدحام على الطلب على هذه السندات ليه؟ لأنه الاقتصاد العالمي بيثق والمؤسسات الدولية بتثق في ملائة الاقتصاد المصري ده جانب التضفق لرؤس الأموال من المتوقع طبعا في الأجل القصير بنتكلم على سنتين أنه يكون فيه أكتر من أربعة مليار دولار هتتم التضفقهم لسوق الأوراق المالية خصوصا أن السوق بتهيأ في الوقت الحالي إلى استقبال رؤوس أموال جديدة وطرح شركات جديدة في السوق وبرؤوس أموال كبيرة يعني الإدراك في هذا المؤشر سيكتذب مستثمرين على سوق السندات وأيضا على سوق الأسود وبالتالي هيعزز من فرص مساهمة القطاع الحقيقي أو الاقتصاد الحقيقي فيه الناتج المحل الإجمالي يعني بنبعد تماما أو بنجنب النمو في الاقتصاد النائدي بشكل كبير وده اتجاه عام واتجاه دولي يعني أن الأسعار الفايدة بتنخفض فسندق الاستثمار الدولية وسندق الاستثمار السيادية على مستوى العالم بتتوجه أنها تستثمر بالفعل في الاقتصادات الحقيقية يعني مشاريع قومية على أرض الواقع ويمكن إحنا لو بصينا على الاقتصاد المصري هنلاقي أنه متنوع محفظة الاستثمار الأجنبية متنوعها بشكل كبير جدا وده هيعزز من قدرة الجنيه في الفترة اللي جاي يعني بنتكلم في 2020-2023-2025 هيبقى فيه يعني قدرة للاقتصاد المصري على يعني تخطي أي صدمات كانت ممكن تكون موجودة وحضرتك بتقصد بالتنوع التنوع في الاستثمار في العقارات المختلفة بشكل عام يعني هم نتكلم على محفظة الاستثمار مش معتمدة فقط على نمط معين من الاستثمار لو كنا نتكلم على أدوات دين فهي متوزعة على أجال محسوبة يعني ما فيش وقت معين هنقول أنه حصل تعصر ما أو فيه مشكلة لسيولة معينة ده محسوب ومدروس بشكل ضقيق جدا ده طبعا بيتوافق مع رؤية مصر 2030 بحيث أنه يبقى فيه قدرة موأمة ما بين السيولة في الاقتصاد وحجم النمو الحقيقي للنتج المحلي الإجمال عايزة أسأل حضرتك أخيرا عن توقعاتك بشأن تحركات أسعار الفائدة في مصر والعالم طبعا إحنا بنسمع يعني توقعات مختلفة من البنوك المركزية في العالم بأكمله أتوقع يعني في ضوء الحراك الأخير الخاص بأسعار الطاقة وأثارها على السلع ومن ثم التضخم أنه ممكن بعض الدول تلجأ إلى التثبيت وبعض الدول تلجأ إلى تحريك بالموجب في حدود نص نقطة يعني التحرك هيبقى طفيف جدا لأنه الهزة اللي موجودة فيه الأسعار السلع والخدمات على مستوى العالم أعتقد أنها تكون طفيفة وتمتدل ثلاث شهور بس يعني قصيرة الأجل وده طبعا مرتبط به توجه العالم كله للتحول من اقتصاد نائدي إلى اقتصاد حقيقي على أرض الواقع ويمكن طبعا الفيدرالي الأمريكي هو بشكل كبير جدا عدد كبير من الاقتصادات مربوطة بالاقتصاد العالمي وبالتالي التحرك الفايدة بالتثبيت أو بالإيجاب أعتقد هيلقي بظلاله على اقتصادات ومنها طبعا الاقتصادات الناشئة ويعني التأثيرات على الاقتصادات الناشئة كيف ستكون؟ هيضطر الاقتصادات الناشئة بشكل عام أنها ترفع أسعار الفايدة لو في حالة أن الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصادات الكبرى رفعت أسعار الفايدة عشان تقدر توازن ما بين العائد على هذه السندات وعلى هذه الأصول والإستثمارات الأجنبية وبالتالي ممكن في بعض الدول الاقتصادات ههشة اللي بتعتمد بشكل كبير على الاقتصاد ريعي ممكن أنه يأثر بزيادة الديوم بتاعتها مرة تانية لأن الفايدة هتبقى عبء ضافي على هذه الدول بينما الاقتصادات اللي بتعتمد بشكل كبير على القطاع الحقيقي وتنمية الناتج المحلي الحقيقي ده هيفرق معها كتير لأنه هيبقى عندها العائد أقل العائد عندها هيبقى أقل فالتكلفة هتبقى أقل ويبقى فيه زيادة فيه تضفق رؤوس الأموال فيبقى فيه قيمة موجبة للعملة بتاعتها أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور فارق عبدالله مدرس الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم شكرا لحضرتك مشاهدينا فاصل آخر وبعده نلتقي دكتور إيهاب أدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات سنناقش الفائد الذي حدث في ميزان المدفوعات بقيمة مليار وتسعمائة مليون دولار خلال العام المالي الماضي كونوا معنا أهلا بكم بالتزامن مع جائحة كورونا التي أضرت بشدة بقطاع السياحة والتجارة العالمية نجح ميزان التجاري المصري في تحقيق فائد خلال العام المالي الماضي ويزان المدفوعات أو ويزان المدفوعات بالزبط يا دكتور في 2020-2021 نتابع المزيد في العرض التالي ترجمة نانسي قنقر إذن تحول ميزان المدفوعات المصري ليحقق الفائد الذي أشرنا إليه مليار وتسعمائة مليون دولار في العام المالي الماضي مقارنة بعكز بلغ ثمانية مليارات وستمائة مليون دولار في العام المالي السابق عليه نناقش هذا الموضوع أكثر مع ضيفي في الستوديو دكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات أهلا وسهلا يا دكتور أهلا بيك يا أستاذ دينا وبالسيدة المشاهدين بقلنا كثير ما قابلناش حضرتك في الستوديو أنا أحظي سيئ أنا أبقى سعيد لما أجي مع حضرتك في الحديث وأحنا أسعدي بان أنت مضيعة متخصصة أشكرك خلينا نتكلم عن الأسباب اللي قدت لتحقيق هذا الفائد بداية طيب خليني قبل ما أقول الأسباب أقول إيه هو مزان المدفوعات للمشاهد اللي هو الغير متخصص إن قد يكون مش عارف إيه هو مزان المدفوعات فببساطة شديدة مزان المدفوعات ده سجل قائمة أي ورقة بنحط فيها المعاملات الاقتصادية ما بين الدولة وبين العالم الخارجي يعني ببساطة أكتر أي فلوس تخرج برا البلد أو تخش البلد بنسجلها في ميزان المدفوعات ففي حالة أن مصر صدرت مثلا بترول ب2 مليار دولار فنحط في ميزان المدفوعات 2 مليار دولار بالموجب لأن دي فلوس دخلت لنا دي حاجة إيجابية والعكس صحيح لو إحنا استوردنا من الخارج بترول مثلا بمليار دولار هنحط مليار دولار بالسالب لأن دي فلوس خرجت من مصر إلى الخارج ده ببساطة ميزان المدفوعات إيه بقى ردا على سؤالك إيه الأسباب اللي قدت إلى الفائط في ميزان المدفوعات الرقام كمان لها مؤشر مهم أكيد فالسبب في تحقيق ميزان المدفوعات للفائط ده في الحقيقة رقم واحد هي تحولات العاملين في الخارج إنها حققت 31 مليار دولار هي أكبر رقم في ميزان المدفوعات حقق فائط وتحولات العاملين في الخارج الرقم الثاني في أسباب الفائط ده هو الاستثمارات في الأوراق المالية سجلت حوالي 18 مليار دولار فدي أيضا قدت إلى الفائط في ميزان المدفوعات إلى جانب الفائط في الميزان الخدمي الميزان الخدمي ده اللي هو بيضم السياحة والنقل ورسوم مرور في قناة السويس حقق فائط في حدود 5 مليار دولار على الرغم طبعا عندنا مدفوعات في هذا الميزان وعندنا السياحة طبعا بسبب جائحة كورونا تأثرت تأثر كبير لكن رغم هذا حقق فائط 5 مليار دولار فهي دي الأسباب اللي قدت إلى النزال المدفوعات حقق فائط طيب خلينا نتكلم على كل نقطة وأيضا التوقعات بالنسبة لاستمرار تحقيق هذه الوتيرة من الأداء يعني الآن ومع تزايد وانتشار التلقيح عالميا هل بيتوقع أنه تستمر مثلا السياحة في تحقيق إرادات جيدة؟ هل العوامل التي دفعت العاملين بالخارج لزيادة التحويلات إلى مصر ممكن أن تستمر خلال العام المالي المقبل؟ أعتقد بالنسبة لتحولات العاملين في الخارج أعتقد أنها تستمر وهتزيد في الفترات القادمة لأنها على مدار السنوات دائما في تزايد إلا في فترات قليلة فأعتقد أن دي في تزايد أيضا الاستثمار الأجنابي الحقيقة في البورصة أو المباشر المباشر طبعا حقق رقم صغير تأثر بكورونا التوقع أنه هيزيد السنوات القادمة مع تحسن أحوال الاقتصاد المصري مع تحسين البنية الأساسية التي نحن ماشيين فيها أعتقد أن جائحة كورونا ممكن تبتدي تقل إن شاء الله مع زيادة التطعيم زي ما أنت قلت فده ممكن يزود الاستثمار الأجنابي المباشر ويزود غير المباشر اللي هو في الأوراق المالية أيضا وده برضو ممكن ينعكس على حركة السياحة وعلى رسوم المرور في قناة السويس قناة السويس بتتأثر بحركة التجارة الخارجية كل ما يبقى فيها ركود بتتأثر كل ما يبقى فيها رواج ممكن يحصل فيها طبعا إنتعاش التوقع أن حركة التجارة لابد أن هي بعد فترة كبيرة من الركود لأنه فيه تعطش كبير من كل القطاعات مظبوط بالنسبة للسياحة مصر دولة جاذبة جدا للسياحة الرغم كل هذه المشاكل بتاعة كورونا والناس ما كانش فيه صفر خالص لكن كان بيجوا خاصة لنحية سينة شرم الشيخ وهذه المدن الجميلة كان بيجوا السياح فيها وحققنا حوالي أربعة مليار دولار فده بالتأكيد الحد الأدنى أنه ممكن نحقق وأعتقد أنه هيكون في تزايد في السنوات القادمة لكن أحب بشير رغم هذه الأرقام اللي بنتكلم عليها بس فيه رقم بتاع الميزان التجاري اللي هي صدراتنا وارداتنا السلعية هي دي بقى اللي يجب اللي احنا نهتم بها صحيح لأن دي الأساس فيه يعني أن يفضل ميزان المدفوعات دائم في تحقيق فائد أو حتى في توازن لأن الأسف ما زالت صدراتنا السلعية حققنا 28 مليار دولار وارداتنا 70 مليار دولار التركيز كان في الفترة اللي فاتت دعم الصناعة المحلية وتشجيع استخدام المنتج المحلي والحقيقة أنه كلنا في السنتين اللي وجهنا فيهم كورونا بالفعل تحولنا لكثير من المنتجات المحلية أنا طبعا بتكلم على مستوى منتجات الغدائية على أبسط تقدير لكن التوجيهات الرئاسية المستمرة بتشجيع الصناعة وأيضا نصول بها لمستوى جودة عالية كيف تنظر لتطبيق ذلك على أرض الواقع وأنه الرقم اللي بنتكلم عليه في الاستيراد يقل فعلا هو في الحقيقة أهم من قلل يعني نهتم بتقليل الاستيراد المفروض نهتم بزيادة الصدرات لأن زيادة الصدرات مش معناها اللي احنا نزود الفائد من الانتاج لا احنا نعمل صناعات تصديرية بعينها يعني كل تجارب الدول زي كوريا الجنوبية سنغافورة اللي حق التقدم في الصدرات ما كانتش بتعتمد أن هي عندها فقط في الانتاج فالصدر لا هي بتعمل صناعات من أجل التصدير موجهة لأسواق بعينها وده لازم يكون استراتيجية في الحقيقة للحكومة ونوزارة التجارة نبقى فيه إعلان عن استراتيجية للتوجه للصدرات يعملوا مجمعات صناعية يعملوا مزايا عديدة للمصدرين أتصور أنه هذا موجود بالفعل عايزين نتوسع فيه لأن العبرة اللي احنا نحقق رقم كبير في الصدرات فده محتاج توسع أكبر في المجمعات الصناعية دي رقم واحد لصناعات تصديرية فقط عشان نصدر للخارج لأن دي بتجيب لنا عملة أجنبية وبتؤدي إلى نمو أكبر في الاقتصاد القومي أيضا الفرص في أي قطاعات دكتور إيهاب لأنه يبدو أنه كل العالم أصبح يتنافس على نفس المنتجات تقريبا والنوهة أو المعرفة متوفرة أيضا لدول كثيرة إيه اللي ممكن يحقق لنا الميزة التنفسية أو أي قطاعات إحنا أهم الصدرات عندنا دي معناها يبقى فيها ميزة تنفسية بالإضافة اللي إحنا ممكن نعمل ميزة تنفسية لصناعات أخرى فخلينا أول نقول إيه أهم الصناعات في مصر يعني في العام الأخير ده رقم واحد في صدراتنا على فكرة دهب صدرنا دهب بأربعة مليار درار رقم اتنين في الحقيقة هي الصناعات الخاصة بالأسمدة ومواد البناء رقم ثلاثة طبع الصناعات الزراعية ثم الصناعات الغذائية ثم الصناعات الدوائية دي الأهم صدرات مصر ومعنى ذلك أن دي بنتمتع فيها بمزايا نسبية فدي محتاجين أن احنا نزود فيها من إنتاجنا عشان نصدر بكميات أكبر ونفتح أسويق ثم صناعات أخرى بقى ممكن أن احنا نبتدي نغير المزايا النسبية فيها أن المزايا النسبية مش فكرة ثابتة يعني مش فكرة ثابتة اللي احنا دايما يبقى عندنا مواد البناء عندنا فيها ميزة السلع الزراعية بس لا ممكن نغير من المزايا النسبية من خلال التخطيط لتقوم بالحكومة كيف ذلك؟ يعني بعض المثلا احنا لو عملنا استراتيجية إحلال الوريدات اللي كنت بتتكلمي عايزة أتقلل الوريدات فيه وريدات عندنا على فكرة سهلة جدا أن احنا بدلا ما بنستوردها من الخارج زي الكبات دي لي نستوردها من الخارج ممكن نعمل سياسة إحلال الوريدات ساعتها نكتشف أن فيه بعض الصناعات اللي احنا هنصلحها هنا محل إحلال الوريدات إن احنا بقى عندنا فيها مزايا نسبية ونصدرها بالخارج يعني عندنا مثلا صناعة السجاد صناعة البتريكومويات قريبة جدا أن احنا ممكن نتوسع فيها ونبقى دولة مصدرة فيها بدرجة كبيرة الصناعات الدوائية لأن احنا عندنا ممكن نزرع أعشاب وعندنا السلع الزراعية دي ممكن نتوسع أيضا في السلة الصدرت منها وبما أن حضرتك بتكلم على الخامات الزراعية مصر مثلا بتنتج كم كبير جدا من اليسمين اللي بيدخل في صناعة العطور العالمية مضبوط احنا ممكن بقى بدل ما نصدره كمادة خام لأن معروف أن دايما المادة الخام بتبقى أسعارها بتتجه لانخفاض وقليلة المادة المصنعة بتبقى أسعارها أكبر وبتتجه للارتفاع فاحنا ممكن نبتدي نصنحها هنا سواء بأيدي مصرية أو بالشركات الأجنبية اللي بتستورد مننا اليسمين وتعملوا عطور نقول لها تعالي فتح مصنع في مصر ونديها كل المزايا ونديها كل التسهيلات بس في النهاية اللي هيشتغل في المصنع دمين عمال مصريين هتنقل لنا التكنولوجيا بعد فترة هنقدر مصانع قطاع خاص أخرى أن يتقلدها وتنفسها جوه مصر فانتشرت هذه الصناعة في مصر طيب حدرتك كنت بتتكلم عن مواد البناء بالفعل هو من القطاعات البارزة مزبوط ليه مواد البناء يعني شهدت هذه الطفرة في الفترة الأخيرة أي صناعة بنصدرها معناها أنها بتتميز بسعر مناسب للأسواق الخارجية وبتتميز بجودة عالية فده هو السببين أن سعرها مناسب سعرها مناسب وجودتها عالية وننتج منها بكميات كبيرة وفي توسع للتصدير الخارج أيضا ركزت على الصناعات الدوائية وطبعا لابد أن نذكر مدينة الدواء يعني في مركز إقليمي الحقيقة لتصنيع الدواء لنتحدث عن فتح أسواق في إفريقيا وطبعا لدينا بالفعل قنوات مفتوحة في الدول العربية دول الجوار لكن إفريقيا بشكل أكثر تخصصاً هو كده سؤالين نلقاول نتكلم عن مدينة الدواء مدينة الدواء في الحقيقة دي من المشروعات الإيجابية والغاية في الأهمية لأنها بتحقق لنا عدة حاجات أول حاجة أن هي بتعمل إحلال محل الوردات لأدوية ممكن نستوردها من الخارج هتكون إحنا هنا هنصنعها في مصر اثنين لهذه المدينة المفهوض من استراتيجيتها أنها تصنع أدوية إلى الأسواق الخارجية فهتحقق لنا صدرات وفاقت في ميزان المدفوعات ثلثاً المدينة الدوائية معناها أن تحتاج تكنولوجيا تحتاج بحث علمي فده هتطور من البحث العلمي والتكنولوجيا وكل ما يتطور التكنولوجيا والبحث العلمي كل ده ما يضيف إلى الصناعة ممكن يؤدي إلى قيمة مضافة في المجالات الصناعية المختلفة مش بس في الأدوية حتى في المجالات الأخرى فده في الحقيقة من المدن المهمة ويجب أن نفضل نهتم بيها ونتمنى لها النجاح الشق التاني مستور كان أفريقيا بالنسبة لأفريقيا يعني أولاً مش بس أفريقيا احنا دولة أفريقية احنا في الفترات الأخيرة دي حصل اتفاقيات كثيرة جداً تيسرية ما بين مصر والدول الأفريقية للأسف الشديد أعتقد أن كثير من رجال الأعمال ما يعرفهش فده محتاجة مش من الإعلام من وزارة التجارة المنوطة في الحقيقة أن هي تنشر هذه الاتفاقات على الغرف التجارية اتحاد الصناعات وأيضاً الإعلام هس يعرف رجال الأعمال أن هم ممكن يخشوا أسواق أفريقيا بدون أي رسوم جمركية فده فايدة عندهم ممكن في التصدير وفي نفس الوقت البنك المركزي كمل هذه الاتفاقيات في الحقيقة باتفاقية للمدفوعات بمعنى بعض رجال الأعمال في مصر بيتخوفوا من التعامل مع أفريقيا بسبب هناك بعض البنوك غير معروفة فبيخافوا على متحصلاتهم من الصدرات البنك المركزي عمل اتفاقية مع البنوك المركزية المختلفة في أفريقيا أنه يضمن حصيلة الصدرات لرجال الأعمال في مصر هذه التفاقيات غاية في الأهمية أعتقد الإعلان عنها مش بشكل واسع ده لو عرف رجال الأعمال بهذه التفاقيات الخاصة بأفريقيا ممكن يؤدي إلى زيادة الصدرات للسوق الأفريقية بالذات أن وزارة التجارة والصناعة بتستهدف زيادة الصدرات لما قيمته 100 مليار دولار فالرقم بالفعل كبير ويحتاج أنه يكون الشغل عليه كثير أحب أسأل حضرتك في النهاية عن تقييمك لجهود الدولة لتنفيذ برنامج مساندة الصدرات وأيضا لتعميق الصناعة دائما هذه الجملة نسمعها في كل الخطابات أو البيانات المتعلقة بالصناعة كيف تنظر لما تم حتى الآن؟ قضية التصدير في الحقيقة من المشاكل الاقتصادية التي هي منذ العديد من السواءات ونحن دايما نتكلم عليها يعني خليني أتكلم على تجارب الدول التي عندها تفرة في الصدرات مشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا الصين ولا اليابان دول الدول الكبرى لكن من الدول حدثة التصنيع التي هي كوريا، سنغافورة، تايوان الدول دي عملت إيه؟ الدول دي في الحقيقة أول حاجة عشان تصدر عملت زي ما قلت الحاجة في بداية الحلقة اللي هي الصناعات من أجل التصدير كانت بتقول إيه المزايا النسبية اللي عندنا فإحنا عايزين نتوسع فيها كانت بتوفر مجمعات صناعية لهذه الصناعات وتقول يلا يقطع خاص خشوا خدوا في هذه المجمعات واشتغلوا في الصناعات التصديرية عشان نصدر للخياني اتنين الاستثمار في رأس المال البشري مش ممكن بلد تصدر برقم كبير إلا لو عندها استثمار كبير في رأس المال البشري يعني تعليم وتدريب والتعليم الفني على وجه الخصوص التعليم الفني له علاقة وثيقة بإقامة الصناعات المختلفة عشان ننمي الصناعات فدي غاية في الأهمية ان العمال لازم يكون مدربين لازم يكون على ذلك اللي بنشعر به حاليا هو انه اما بيحصل اي اتفاق مع شركة أجنبية بيكون بالفعل في محاولة لنقل الخبرات واني يكون في مركز تدريبي ودورات تدريبية راسخة يعني للفنين المصريين بس دي في الحقيقة اللي بتقوم بيها أكتر الشركات الأجنبية لكن ما احنا عايزين لا الحكومة المصرية هاي اللي تقوم بيها أكتر بحيث يبقى عندنا قريدي العمال المدربين المؤهلين القاعدة الواسعة فدي هتأدي إلى سهولة دخول الشركات الأجنبية الكبرى لما تجد العمالة المدربة هتخش إلى السوق المصري أكتر وبعد كده القطاع الخاص المصري أيضا يتوسع في نفس الوقت يعني عايزين اللي اتنين القطاع الخاص المصري شركات حتى حكومية لا مانع منها والشركات الأجنبية أيضا في الحقيقة التسهيلات بقى للمصدرين التسهيلات للمصدرين احنا مش عايزين بس ندي إعانات تصدرية اللي بتعمل الحكومة المصرية لا في الحقيقة في تجارب الدول حدثة التصنيع كان بتدي سعر فايدة منخفض على القروض للصناعات التصدرية ودي قدت إلى أن رجل أعمال كان بيفكر أكتر من مرة طبعا إلا أخذ قرد وأعمل مصنع للصناعات المحلية بسعر فايدة مرتفع وأنا عندي فرصة أخذ قرد بسعر فايدة منخفض وأعمل صناعات تصدرية وضامن التصدير فلكن بيشجعوا على التوسع في التصدير بدرجة كبيرة يعني المبادرات من المركزي للموجهة للقطاع التصنيعي بفايدة أولية لحضرتك شايف أنه ممكن كمان نتيح للصدرات للتصدير مش بس للصناعة بواجهة عام دي حاجة كويسة طبعا اللي نحن عايزين يعني لا يمكن دولة تتقدم إلا بتقدم الصناعة والصناعة الأساس أيضا في التصدير لكن زي ما البنك المركزي عمل للصناعة بصفة عامة ممكن يعمل للصدرات بصفة خاصة كمان اللي هي الصناعات التصدرية يديها ميزة أكتر يقلل عليها سعر الفايدة لأن العائد في النهاية للدولة ككل هيكون أكبر من أي تكلفة هيتحملها البنك المركزي بكل التأكيد بشكر حضرتك جدا الدكتور إيهاد الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد في أكاديمية السدر أنا اللي بشكرك مشاهدين هكذا نصل لنهاية مال وأعمال أشكركم جزيلا على المتابعة شكرا للمشاهدة المترجم للقناة